بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الدرس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين وبعد أيها المستمع الكريم إنك تقرأ وتسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وتفهم منها أن الله سبحانه يأمرك أن تقي نفسك وتقي أهلك من نار عظيمة هائلة بأن تتخذ لنفسك ولأهلك ما يقيك من الوقوع فيها وذلك بأن تفعل ما أمرك الله به وتلزم أهلك بفعله وتجتنب ما نهاك الله عنه وتجنب أهلك منه قال الإمام بن جرير رحمه الله في معنى هذه الآية اعملوا بطاعة الله واتقوا معصية الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلكم وقايتهم من النار وعن علي رضي الله عنه قال معناها علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم وبالجملة فالآية تدل على أنه مطلوب من الإنسان أن يعمل على ما يبعده ويبعد أهله من النار ومن جملة الأهل بل وأولاهم بالاهتمام الأولاد فمهمة الأولاد مهمة عظيمة يجب على الآباء أن يحسبوا لها حسابها ويعد العدة لمواجهتها خصوصا في هذا الزمان الذي عضمت فيه الفتنة وكثرت فيه دواع الفساد حتى صار الأب مع أولاده بمثابة راع الغنم في أرض السباع متى ما غفل عنها افترست ولقد اهتم الإسلام بتربية الأولاد وشرع كل الوسائل لاستصلاحهم ويتجلى هذا من عدة أمور أولا قد حث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين والأخلاق الفاضلة لأنها بمنزلة التربة التي تلقى فيها البذور ولأنها إذا كانت صالحة صارت عونا للأب على تربية الأولاد ثانيا يشرع للزوج عندما يريد الاتصال بزوجته أن يسمي ويدعو فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إذا قدر بينهما مولود فإنه لا يضره الشيطان ثالثا إذا رزق بمولود استحب له أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى كما وردت بذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما والحكمة في ذلك والله أعلم ليكون أول ما يسمع المولود كلمات الأذان المتضمنة لذكر كبرياء الله وعظمته وكلمة التوحيد وليهرب الشيطان عند سماع كلمات الأذان فتكون دعوة للمولود إلى دين الإسلام سابقة لدعوة الشيطان رابعا ويسن أن يختار لولده لإسم الحسن فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء واختيارها خامسا على الأبي أن يختن المولود لما في الختان من التحسين والتنظيف فالختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني وهو من خصال الفطرة سادسا يستحب للوالد أن يعق عن ولده بأن يذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاتا واحدة والحكمة في ذبح هذه العقيقة عن المولود أنها قربان يتقرب بها إلى الله عن المولود في أول خروجه إلى الدنيا وهي أيضا فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش أيها المستمعون الكرام كل هذه الأحكام التي ذكرناها مما يدل على عناية الإسلام بالأولاد حيث جاء بفعل الأسباب التي تكون سببا في صلاحهم ثم لنعلم أنه كما للوالد حق على ولده فكذلك للولد حق على والده قال بعض العلماء إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل المولود عن والده وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم فمن أهمل تعليم ولده وتركه سدا فقد أساء إليه غاية الإساءة وأضاع مسؤوليته وأكثر الأولاد إنما يأتيهم الفساد بسبب إهمال آبائهم ويروى أن رجلا عاتب ولده على العقوق فقال الولد يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا فالطفل ينشأ على ما عوده أبوه ومن هنا قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فيجب على الوالد أن يربي ولده على الأخلاق الجميلة ويجنبه الأخلاق الرذيلة ويهتم بتعليمه العلم النافع ويجنبه الشهوات الضارة والعادات السيئة وبعض الآباء يغدق على ولده العطاء ويمده بالمال الذي يتمكن به من شهواته ويزعم بذلك أنه يكرمه وهو في الحقيقة قد ضره وأهانه وبعض الآباء يشتري لولده سيارة ربما يستخدمها الولد لأغراض سيئة ويتمكن بها إلى الوصول إلى المجامع الفاسدة وقد تكون سببا لهلاكه وهلاك غيره كذلك على الوالد أن يمنع ولده من قرناء السوء ومخالطة أهل الفساد لأن مخالطتهم تعدي وبعض الآباء لا يربي ولده إلا التربية الحيوانية فيأتي له بالطعام والشراب والكسوة ولا يهتم بما وراء ذلك من تربيته التربية المعنوية التي هي تنشئته على الأخلاق الفاضلة وترويضه على العبادة وقد قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فالرسول صلى الله عليه وسلم قد حمل الآباء في هذا الحديث مسؤولية أولادهم وأن يسلكوا معهم مسلك التدرج حسب أسنانهم فيبدأون بالأمر المجرد بالصلاة ثم بالأمر والضرب عند تركها كما أمر صلى الله عليه وسلم الآباء في هذا الحديث أن يباعدوا أولادهم عن الأسباب التي توصل إلى الفساد الخلقي بحيث أمرهم أن يفرقوا بينهم في المضاجع فلا يتركوا بعضهم يضاجع الآخر خشية أن تدب الشهوة بينهم ويوقعهم الشيطان في المحذور فصار الآباء بهذا محملين مسؤولية أولادهم في حال يقضتهم وفي حال نومهم كما أن على الآباء مع بذل الأسباب النافعة في تربيتهم عليهم مع ذلك أن يجتهدوا في الدعاء لهم بالصلاح فإن ذلك من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما حكى الله عن إبراهيم عليه السلام أنه قال في دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب هب لي من الصالحين وقال هو وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فاتقوا الله يا أيها الآباء في أولادكم واحفظوا فيهم وصية ربكم ووصية نبيكم لعلهم يكونون لكم قرة أعين في حياتكم وخلفا صالحا لكم بعد مماتكم قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد